صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام شخص الجمعة الماضية بمحاولة الاعتداء على حدثين وسط الرياض مستخدم سلاحا أبيض والفرار إلى جهة غير معلومة بعد نجاح الحدثين في الهرب وبتوجيهات وزير الداخلية بالعمل على ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقته بتوفيق من الله رغم شح المعلومات وندرتها أسفل الجهود المتواصلة عن تحديد الاشتباه في ثلاثة متهمين في العقدين الثالث والرابع من العمر وضبطهم حيث قاموا بالدلالة على موقع إخفاء المركبة التي ظهرت في المقطع وبتفتيشها عثر بداخلها على أداة الجريمة وقارورة بها الربع من مادة العرق المسكر وبسماع أقوالهم أقر بما نوسب إليهم كما أقر بسرقة المركبة بالقوة الجبرية بقصد التمويه أثناء ارتكاب جرائمهم والإيقاع بضحاياهم وجرى إيقافهم لدى مركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم فالقضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية ترجمة نانسي قنقر